السلام عليكم ومساء الخير والفل والرضا ورحت البل على حضرتكم مستمعين الكرام مستمعي نغم افهم معكم كمال ماضي وحلقة جديدة من اليومين دول يا ربكم ضيف خفيف فيها وفي غيرها بمشيئة الله على حضرتكم النهاردة حلقة الحد 12 مايو 2024 في السنة الهجرية 4 من شهر ذو القعدة 1445 أما بالنسبة للشهور المصرية فالنهاردة 4 من شهر بشانس بشانس اللي وصفوا ناسنا الكرام زمان وقالوا بيكنس الأرض كنس كناية عن الحصاد طبعا بشانس ده تاسع شهر في السنة المصرية وطبعا احنا في 1740 ابطي وتعودنا بنحول التاريخ الابطي لأصله القديم المصري الفرعوني فبينكون في سنة 665 في أقدم سنة عرفها الإنسان على وجه الأرض السنة المصرية والقصة اللي جاية هتكون عن تطوير وافتتاح مسجد السيدة زينب في القاهرة اللي افتتحوا الرئيس النهاردة بعد سلطان طيفة البهرة القصة دي ممكن تلاقي فيها الشيء وعكسه لأن في عز الجمال في عز التقلق في عز التأنق اللي بقى فيه المسجد والضريح والمنطقة المحيطة يعني هتلاقي فيه ناس تشكك هتلاقي فيه ناس تقلق هتلاقي فيه ناس تدايق علشان كده قلت افتح مع حضركم القصة يعني بكل أبعادها بماشية الله بس خلونا نبدأ الأول بالحدث وبعد كده ندخل على القيل والقال بص يا سيدي مسجد السيدة زينب واللي متسمي طبعا على اسمه الحي اللي موجود فيه في القاهرة حقيقي شكله بقى يليق باسم مسجد تاريخي ليه كتير من المعزة كتير من الغلاوة عند المصريين لدرجة كتبنا الكبير عمنا يحيي حقي كتب عنه قصة قصة أنديل ومهاشم اللي بقيت فيلم بعد كده من بطولة فنانا الكبير شكري سرحان طبعا اللي قام بالدعم المادي من تجديد وترميم المسجد هم طايفة البهرة بضم الباء نفس اللي حصل في مسجد السيدة نفيسة وقابله في مسجد سيدنا الحسين صبت أو حفيد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الطايفة دي شغالة في تطوير وترميم وتجديد مسجد تانية طبعا من آل البيت موجودة في القاهرة لغاية النهاردة الرئيس رحب بسلطان طايفة البهرة شكروا على شغلهم في تجديد وتطوير المساجد ولو نفتكر حتى السنة اللي فاتت 2023 هنلاقي الرئيس منع سلطان طايفة البهرة وشح النيل وقال له المجهود بتاعكم ده بيتكامل مع خطة الدولة المصرية في أننا نطور كل القاهرة الإسلامية علشان نستعيد مكانة مصر حضور مصر في التاريخ الإسلامي بتنساش برضو دعاء السيدة زينب لأهل مصر لما قلت لهم يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله آويتمونا أواكم الله وأعنتمونا عانكم الله وجعل لكم من كل مصيبة فرجة ومن كل ضيق مخرجة اللهم أمين يا رب العالمين بس نرجع تاني للبهرة حد هنا من ناسنا وأهلينا ممكن يسأل هي إيه البهرة دي بالضبط أقول له سلطان البهرة ده مش سلطان لسلطنة ولا المملكة يعني لكن هو زعيم طائفة دينية اسمها كده اسمها البهرة بضم الباء والبهرة دي لها حكاية هم أساساً كانوا موجودين في الهند واليمن وكانوا بيشتغلوا في التجارة علشان كده كلمة بهرة أصلاً في اللغة الهندية معناها التجار فيه جزء كبير منهم برضو موجود في دبي لغاية النهاردة البعض بيقول إن أصل الطائفة دي كان من أيام الوجود الفاطيمين في مصر ولما انتهى بقى العصر الفاطيمي على إيد صلاح الدين الأيوبي هجروا من مصر للهند الطائفة دي مركزها الرئيسي في مومباي في الهند مومباي دي أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الهند لو هتبص العدد الطائفة دي هتلاقيهم بيوصلوا لحوالي يعني مليون مليون ونص مليون ونص مليون شخص كلهم بيوقروا بيحترموا كبيرهم أو سلطانهم اللي هو السلطان مفضل سيف الدين هتلاقي كل أتباع الطائفة دي بيجمعوا مبلغ كل شهر من أتباع الطائفة علشان يصرفوا على المشاريع الخاصة بالطائفة هتلاقيهم مثلا يعني في اليمن بيصرفوا على رصف الطرق بيصرفوا على مشاريع المية بيبنوا مستشفيات وطبعا هنا في مصر بيعملوا طبعا تجديد وترميم لمساجد آل البيت هنا بقى واحد مشاكك ممكن يقولك أيوة بس تركزهم على مساجد آل البيت وإن الرئيس مهتم بافتتاح أعمالهم ده كده يعني نشر للتشايع في مصر انت مشو خبالك ولا إيه هنا تقوله انت مقتنع باللي انت بتقوله ده يعني رئيس الدولة علشان استقبل زعيم طائفة البهرة أو علشان سهمه في تجديد مساجد كده احنا كمصريين سنة هنتحول لشيعة طب ما هو بنفس المنطق لما الرئيس استقبل رئيس الصين الصين شيوعية هل تحولنا لشيوعيين لما استقبل بابا الفاتيكان هل بقينها كاثوليك لما استقبل وفد المنظمات اليهودية الأمريكية من كم سنة هل بقينها يهود مش منطق وبعدين خلي بالك زعيم طائفة البهرة استقبله الرئيس جمال عبد الناصر استقبله الرئيس السادات استقبله الرئيس مبارك سنة 2005 مش كده وبس ده كمان في صورة للرئيس مبارك لبس فيها لبسوهم الأبيض بعدما أهداه سلطانهم العباية البيضة دي بس كان وقتها زعيم الطايفة يعني مش اللي هو الحالي لا كان اسمه وقتها محمد برهان الدين هنا ممكن تلاقي نفس الشخص اللي كان متخوف من دقايق ياخدك لسكة تانية يقولك ايه لا الحكاية مش كده انت مش واخي ببالك هما بيعملوا ايه فتقول له ايه بيعملوا ايه يقولك دول بيعملوا ترميم لمساجد المساجد الأثرية الفاطمية اللي في مصر مساجد قال البيت ترد عليه وتقول له وهو لما بيحصل ترميم في مسجد سيدنا الحسين أو السيدة نافيسة أو السيدة زينب زي النهاردة هو بتلاقي اللي بيرمم هما طيفة البهرة بأيديهم اللي لابسين أبيض ولا بتلاقي مهندسين وفنيين وعمال مصريين شغالين في شركات مصرية وبتشرف عليهم وزارة الأوقاف ووزارة الأثار وكمان الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة فاللي بيفكر بالشكل ده يشغل بس عقله شوي وللعلم هتلاقي الرئيس حتى رد على الجزئية دي قبل كده وقال في حضور كمان في حضور رئيس الطيفة رئيس طيفة البهرة قال له ان ايمان مصر العميق بأهمية الحوار بين كل شعوب الدنيا بمختلف مذاهبهم وعارقهم انفتاح مصر على كل الأديان على كل الطواف ده بيجي احنا بنستند على حاجتين اتنين اول حاجة تاريخ مصر العريق وحضرته تاني حاجة فهمنا لصحيح الدين وشد بقى خطوط كتيرة جدا تحت فهمنا الصحيح للدين الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفه ده لان طبيعة الحياة هي الاختلاف طبيعي يبقى فيه طوايف ومذاهب اتبع ديانات تانية فعلشان ما يحصلش تناحر ما يحصلش اقتتال بين المختلفين دول يا عم السلام رب العزة سبحانه وتعالى قال لنا وصفة سهلة جدا وهي لكم دينكم ولي دين وبعدين قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين اللي هو الاختلاف طبيعة في البشر لو شاء ربنا يخلينا يعني كلنا بنؤمن بشيء واحد مش صعب عليه عز وجل ده أمره بين الكافي والنون كن فيكون فالقصة كلها أني بتتعارف بتتعاون بتبني جسور علاقات طيبة بينك وبين أي بشر موجود في الدنيا ده البديل بيكون إيه النقيد بيكون إيه هتلاقي جهل بالآخر ألأ تخوف ومعهم يحصل تشدد ياخدك لصراع وقتل ودم وده أبعد ما يكون عن اللي بندنا بلدنا بتسعى ليه فربنا يديم على البلد الخير يديم عليها العقل الراجح يديم علينا التواصل بدل التناحر يديم علينا إعمال العقل التفكر ياخده حتى أول آية نزلت في القرآن الكريم قبل ما نعرف الصلاة والزكاة والحج وكل شيء قبل ما نعرف حتى رب العالمين سبحانه وتعالى وإن رسول المصطفى هو رسول من قبل المولى سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال اقرأ اقرأ يعني شغل عقلك فكر تدبر ربنا يصلح حالنا وحالكم ويطمن قلوبنا جميعا اللهم امي